أنا بقول للأستاذ هاني أتمنى إن شاء الله أنه يتم هذا ويتم فعلياً مش بس بالكلام فعلياً لا تب أنت بتتحكي لي فعلياً يعني ينزل الأمهم مثلاً لا 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 ما يكرمهم مش على الأقل على الأقل هما بيتم تكرمهم بعض الفنانات اللي بيغنوا بالخلاعة والأسفاف وبالجسم والصدر والمغريات دي المغريات دي ليش من الفان طبعاً ملاحش علاقة بالفان ممكن تكونوا وسائل جذب آه طبعاً أكيد عشان ما يكونش في صوت يكونش في حضور ما يكونش في حفلات عشان أنت آه تبقى يطلع واحد يكون كده موسف و و و وبنضطر أنه إحنا نشيل حتى القناة من البيت الأسفاف ده عن طريق إيه؟ ظهور العوامل التعرية عوامل التعرية هي اسمها عوامل التعرية فعلاً عوامل التعرية بتعمل هضاب وبتعمل مدري إيه؟ فهي دي عوامل التعرية أصلاً فده يليت أتمنى منك أستاذ هاني اللي إحنا بنحبك وبنحترمك أنت أستاذنا وأنت أنا أعتبر أستاذ هاني من 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 تكملة العمالقة يعني من الناس اللي بيكملوا مسيرة العمالقة في مصر هاني شاكر من الفنانين اللي إحنا ربينا على حبهم على صوتهم أتمنى أن يتم ذلك الساذ هاني ويكون يتم فعلياً ويليت يعني كده كده إحنا الفن حي فعلاً حيتغير طيئًا يعني أنت مع تنقية الفن من الإسفاف واللغة الجسد يعني طبعاً ولغة الجسم